اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع واهلا وسهلا مرة اخرى. اخوان هذا الفيديو هذا بنا نتكلم فيه بعجالا نقول معكم احد الخبر واحد المقال اللي خرج قبل قليل في موقع الاعلامية تتكلم حولها اشنا ابرز شروط لمنتظرة للدخول الى المملكة المغربية بعد قرار الفتح. وكذلك سنتكلموا الاخوان على واحد الخبر صار بالنسبة الاخوة والاخوات المقيمين في التالة الاوروبية اللي تستعملوا اللي بغي نتجه المملكة المغربية كين من بين الشركات تنعرفوا بانه الراينير الاحدة الساعة معلقة في بعض الاحيان للتفصيل فقط. الراينير اخوان ماشي لغات جميع الرحلات لغات بعض وجهات. كين وجهات كين من نهار تسعود من نهار تمانية كين ووجهات الى المملكة المغربية. وكين كذلك كنا تنقلبوا الى بعض الرحلات الجد المناسبة والاقتصاد هذه الاخوان. ومن بينها كيف تتعرفوا شركة ترانزافيا. ترانزافيا قبل قليل قبل ساعات انشرات هاد الخبر هادة على الموقع الى اه دات واحد تغريد على الموقع الرسمي جيرا. تتقول بانها اه غادي التايت اه ترجع للطيران في الاجواء المغربية. بتداء من نهار شبعة فيبراير. وبتداء من اليوم سبت سعودة وعشرين اه يناير. كين اه دخلوا الموقع جيل شركة جيل ترانزافيا راتم الاعلان ونشر بعض الرحلات وباسعار جيدة مناسبة هذه كنصيحة الاخوان. والمسألة الاخرى دائما اه فيما يخص الرحلات الاخوان الشركة اه اير فرونس رأي علنت على واحد الكم كبير جيل رحلات. ولكن قررت من نهار سبعة الى نهار اربعتاش غادي يكون واحد العدد يعني محدود جيل رحلات ولكن ابتداء من نهار ربعتاش فبراير غادي تكتف اه الاسطول جيلة اه تجاه المملكة المغربية وهدي تتير واحد ربعات الرحلات يومية الى الطالب البيضاء وثلاثة الرحلات يومية الى مدينة موروكش وثلاثة الرحلات يومية الى مدينة الريباط يعني كينكم كبير بعد اه بالاهتمام بالسوق المغربية نمشيه الان الموضوع اللي خلقنا الرعب والشك والخوف والترطد لدى الاخوان المغاربة بصفة عامة بعد ما تم اه الاعلان على فتح الحدود امتدائنا من النار شبعة فبراير كنا كنتنا فرحة يعني وتبسطنا ونشطنا الحمد لله انسان غادي يرجع بعد هذه الفترة ديال المعاناة ديال الفراق مع الاه والاحباب ومع البلد يعني استبشرنا خيرا قلنا غادي نمشيه ولكن كما يقع دائما مع التعامل مع السلطات المغربية والمسؤولين المغاربة تيعطوك دائما نص الأمر تيخلوكم علق ما بين ما تتعرف ما تتعرف راسك تتلوش التعليمين ولا على اللي يصير هذا ولا داروا تهد المراتة هنا الخبر صفونا الخبر صار منتظر بعد بعد شهور من المعاناة ومن المأساة اللي عاشوها الاخوان والاخوات اللي صراحة تبكي لقالبة دائما خرجونا بالقرار قالونا غادي نحلونا رسبعة ولكن بشروط الشروط في ناوما تسنو ندلو لكم الشروط يعني تيخلوك مقيد مارك حي مارك ميت الموقع ديال خرجونا قبل قليل هذا المقال هذا بعنوان ابرز الشروط المنتظرة للدخول الى المغرب بعد فتح الحدود اخوان اللي نكون يعني تقول مصداقية هذا خبر هذا مقال لا غير يعني ما شيشي خبر رسمي او يعني بلاغ رسمي او شروط رسمية وردت من السلطات المغربية ولكن عند اه يعني عن طريق بعض اه الاتصالات اللي عندها مع بعض الاشخاص او بعض المسؤولين تمكنت انها تحصلها الى واحد اه المعلومات اللي يمكن نشاركها معكم غادي نقرأوا المقالة الاخوان كامل ومن بعد غادي نرجعوا لنا عقبوا عليه ونحلوه بعض النقاط اللي اه صراحة اه نقاط سلبية جيد سلبية بعد قرار المغرب اعادة فتح الحدود والسماح بالصفر منه واليه ابتداء من يوم سبعة فبراير المقبل يتعين على الراغبين في القدوم الى المملكة ان يكونوا قد تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا كاملا مع الادلاء بنتيجة اختبار بيسير لا تتجاوز ساعة ووفق المعطيات التي حصلت عليها اسبريس فان المسافرين القادمين الى المغرب البالغين تمنتاشر سنة فما فوق يتوجب عليهم ان يكونوا ملقحين بتلات جرعات بالنسبة للاشخاص الذين ماضت اربعة شهور على تلقيهم الجرعات التانية شرطات تلقيح الكامل واختبار بيسير كان من بين التوصيات التي رفعتها الجنة العلمية والتقنية لتلقيح ضد فيروس كورونا الى الحكومة حسب افادة سعيد عافف عضو الجنة نفسها والى حتى الان لا يعرف كيف ستطعات السلطات المغربية مع الاشخاص الملقحين بجرعتين فقط الذين انتهت مدة صلاحة جواز تلقيحهم بين قوسين اربعة شهور وما ان كان سيسمح لهم بالدخول الى المغرب ام لا لا تتوفر الجنة العلمية والتقنية بدورها على جواب بشأن هذا الموضوع اذ قال عافف ان الملقحين بجرعتين فقط الذين استنفذوا مدة صلاحية جوازهم الصحي يمكن ان يسمح لهم بالدخول الى الطراب المغربي شرط اخداعهم للحجر الصحي واجراء اختبار جديد للتأكد من خلوهم من الفيروس غير انه اكد ان التولا هي المخول لها الحسم في هذا الامر وكان المغرب اغلق حدوده هذا الفقراء اخوان ما فيدنا ابواله وجوابا عن سؤال حول ما كان المغرب سيعيد اغلاق الحدود في حال سجيل زيادة كبيرة في عدد الاصابات بفيروس كورونا قال سعيد عافف ان المغرب يتعامل مع مسألة اغلاق وفتح الحدود بناء على تطور الحالة الوبائية مستبعدا ان يكون هناك اغلاق اخر في حال لم يظهر متحور جديد ويتوقع بعض الخبراء ان يكون متحور اوميكرون اخر موجة من تطور فيروس كورونا غير ان سعيد عافف قال انه لا يمكن تقديم جواب حاسم الا انه ابدا تفاؤلا بشأن تحسن الوضعية الوبائية مسجلا تراجع الاصابات في مدينة الطربيضاء التي عرفت زيادة مرتفعة في عدد الحالات خلال الاسابيع الاخيرة هنا الاخوان كمنا المقال نبدو ده بقى نصطلو ونشرحو هذا المقال هذا قررت الحكومة المغربية انها من بين الشروط حسب توصيات اللي اعطتها لها الاجنة العلمية والتقنية اعطتها بالتوصيات انه الانسان اللي بغي يدخل اي واحد بغي يدخل المملكة المغربية خصو يكون متعام بالتطعيم ضد فيروس كورونا كاملا مع الادلاء بالنتيجة يعني تكون ملقاح وتقدم ما يفوتش تمانية وربعين ساعة اشتا تعني لهم هاد الناس اه متعام تطعيم كاملا لانه حسب قالوا من الناس من طمانتاشل سنة فما فوق تتوجب عليهم يكونوا ديرين تلاتات الجرعات اذا كنتي دير الجرعة التانية ودزت عليها اربع شهور فان ديك الجرعة ديك ما تتبقاش مفعالة فاعلة خصوك تكون دير الجرعة التالية يعني الناس اللي من طمانتاشل سنة فما فوق وكنتي ضرب الجرعة دير جرعتين ودزت عليهم اربع شهور بالنسبة لهذا الناس هادوا لهذا الشي اللي ورتابة يقول لك بانك خصوك تكون مجبر تكون دير الجرعة التالية هذا انا غادي نبينه بانه كيف تقوله دائما للغباء دير المسؤولين ولا بعد اه بعض العلمية ولا التقنية في المملكة المغربية لانه تتعاملوا دائما مع نا احنا بطريقة مختلفة على الطريقة ديال التعامل في دول العالم باكمله انه هما تيمشوا وتيسبحوا دائما ضد الطيار تنعرفوا انه دول العالم اغلب دول العالم النظام فيها انه تكون الجواز ديال تلقيه لمدة دياله اما ست شهور او تسعة شهور ولكن ابتداء من الشهر الرابع مني خرجات الجرعة التالية بدت يكون عندك الاختيار نهارته تفصل الاربع شهور تيكون عندك الاختيار انك تضرب الجرعة التالية او تتكمل لك ستشهور هدا هو النظام باش غادين اغلب طول بينما المملكة المغربية تجي توصل الاربع شهور تتحتم عليك انه ديال الجرعة التانية انتهت الفعالية ديالها يعني اللي تي اجباري انك تضرب الجرعة التالية وكيف يعقل هاد الناس هادوا اللي بيجيوا دابا راوا كلهم اخوان مغاربة مقيمين في ديال المهجر يعني تيمشيوا على النظام الصحي ديال اوروبا متلا امريكا او اسيا فلا يعقل انها تسيد عنده الاختيار انه بعد اربع شهور واشي ديال الجرعة التالية ولاatten وتجي انه فاش بويجي شوف اسبوعين الآخر والبلاد ديال ووصل الراح مع الاقارب دياله ديال تفرض عليه انه ديل الجرعة التالية هو ما باقيش ديال الجرعة التالية لانه باقي الوقت ديالها عنده باقي عنده شهرين ديال الوقت في الجرعة التانية هده القمة ديال الغباء. ونجيو للنقطة الاخرى اللي تشيرو لها دائما. بانه هاد الشرط ديال تلقيح الكامل. كان من بين التوصيات ديال لجنة العلمية والتقنية. اللي تتبين هي بنفسها. بانها ما عارف اولو. لانه قالوا هنا. ولا تتوفر لجنة العلمية والتقنية بدورها على جواب بشأن هذا الموضوع. اذا قال عافف. عنا الملقاحين بجرعاتين باقي ما عارفوش كيفاش التعاملهم مع هاد الناس اللي عندهم جوش الجرعات. ودست عليهم اربع شهور. تسالوا ليهم اربع شهور ستشهور ستشهور بالنسبة للمملكة المغربية. هاد الناس اللي ضربوا جوش جرعاتين وتسالت الفعالية ديال الجرعات التانية. ما عارفينش كيفاش يتعاملهم. ما قال لك واش غادي خليهم يدخلوا للبلاد ولا ما يخليهمش. في حالة يلابوا يخليهم يدخلوا على حسب ما ذكر السياة عافف غادي يمكن لهم يدخلوا بيديروا اه تحليل تحليلة قبل ما يجيوا. وغادي يديروا واحد تحليلة عند الوصول ديالهم الى ارض الوطن. وغادي يخضعوهم الى حجر صحي. هدا هو القيمة ديال الحماق. انه هاد الناس هاد شي كله بتفرضو على واحد المواطن حيض بيجي زور اهل دياله من حقه حق مشروع. وكان المغرب هاد شي هاد ينفوتو. هنا غادي نتكلموا على نقطة اخرى اللي مهمة هاد الكلامة لاخوان. باش نكونوا اه يعني واقعين هاد الكلام غادي يمشي على الاخوان المغاربة المقيمين بالخارج. افراد الجالية. ما غادي شي يضم الاخوة العالقين. الناس اللي خرجوا وحصلوا برات المغرب منذ تلات شهور وتي كانوا يعني ما تنظنش غادي يمشي عليهم هاد القرار هذا اللي انه هاد الناس اللي بقاوا بلا تلقيه اللي ضربوا زرعة وخرجوا من المغرب او زرعتين وخرجوا من المغرب. وبقاوا حاصلين تلت شهور وفات لهم الزرعة ديالهم. ما عندهم مش لحق انهم في ذيك البلاد اللي عالقين فيها انهم منجلوا الزرعة الاخرى الموالية يما التانية يما التالتة. يعني هاد الناس بقاوا محرومين لانه ما يغطيهمش نظام الصحي ديال البلاد اللي عالقين فيه. يعني هاد الناس ده لو بيرجعوا للمغرب ما يمشيوش عليهم هاد السروط هاد القوانين غادي تحطو لهم شروط اخرى. هو انه غادي يقدموا تحليلة ديال بسيرو غادي يخضعوا للحجر الصحي. بينما هاد شي اللي قرينا ده اضنوا اغلب وتسعين في المية ولا مئة في المية غادي يمشي لابناء الجالية وافراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. انتمنى انتمنى انه السلطات المغربية ولا المسؤولين ولا افراد الجناع علمية يعيدوا النظر فهذا الشروط فهذا شلي قرينا ده با انه شروط صراحة اه قاسية ونجيو نتكلموه للمسألة جيل الاخوان والاخوات اللي غير ملقع حين. اذا كنت تطالب الناس اللي ملقع حين بهذا الشي. اش بيتطلب من الناس الغير ملقاحين. بتي تقول لهم يحيدوا الدم باش اعطوا لك باش تتخلوا لهم من البلاد. هدا حكم شروع لاي مواطن واي مواطنة مغربية. فلا يعقل لا يعقل انك تحط له شروط معجزة. هدا هو صراحة بعض المرات نقوله قيمة الاستيطار وقيمة تلعب بمشاعر وبحقوق المواطن المغربي. انتمنى انه اه يتم اه اخضاعنا اخضاع اي مواطن باقي يدخل المغرب طلبه طلب منه انه يدير تحليل كان ملقاح او غير الملقاح. بالنسبة الاخوة الملقاحين عندك الحق انك تطلب منهم انهم يديروا حجر صحي ولكن شريطة ان يديروا الحجر الصحي في المنازل ديالهم. ما تفرضش عليهم حجر صحي في مؤسسات فندوقية. باش يولي فات تبزنيس يولي فات سوار الفلوس. ديجا الناس مكرفسة وديتعوت كرفسون. لا داعي لها التلعب هذا. نكونوا واقعين نكونوا انسانين في التعامل مع المواطن المغربي لانه بفضل هذا المواطن المغربي باش كل واحد فيكم شدة ذاك المنصب اللي قاعد فيه. اذا ما تنسوش انه المواطن بفضل المواطن المغربي انتم اللي وصلوا لها داك المراكز ديال القرار. وفي مراكز القرار عندكم المسئولية ديال احترام حقوق المواطن المغربي واحترام المشاعر ديال المواطن المغربي. واعطاء وتمكينه. وتمتع بجميع حقوقه اللي تي من حاله تصور حق التنقل حق زيارة حق الترحال. وحق الترحال وحق العودة الى ارض الوطن والبلد تياله. فلا داعي له هاد السروط هادو لمعجزة. انتمناو انه يتم اعادة النظر في هاد المسائل هادو. باش يتمكنوا الاخوات يارجعوا الى ارض الوطن باقصى سرعة. وكذلك تنتمنوا انه اللجنة العلمية ولا السلطة المغربية تخرج النار في القريب العاجل. لا داعي تطيعوا الوقت لانه الناس عندها برامج في الحياة لها. كي اللي بغير يرجع للبلاد باش يشوف الديالوغ خاصه يبرمج مع رب العمالي يبرمج مع الشركة اللي يختم معاه يدير برنامج مشي تحط له الشرط نهار ستة هو ما عارسه واش باقي بو يمشي ولا ما بو يمشي. لا داعي للتلاعب كونوا مسؤولين ما تكونوش لا مسؤولين لانهم بينتع لقمة ديال لا مسؤولية في سنين وسهور جودتا الان على الاقل ديروا حاجة تذكروا عليها بخير. اخوانا ده هو يعني اه مجمل لجف هذه المقالة. نتمنى لكم اه امسية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.